ويا جماعة فكرة الربيل العربي يا جماعة الربيل العربي ده كان رضعة مسمومة تاني بقول تاني كانت رضعة مسمومة يعني سممت العديد من الدول وحطمت العديد من الدول ودمرت العديد من العواصم وغيرت خطوط الخرائط الجغرافية في كثير من الدول العربية والله العظيم تلاتة رضعه مسمومة وإحنا ولا دريانين وامام سياج الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والتعبير عن الرأي هذه الكلمات لا يمكن حد يتكلم عليها زي زي ما احنا صغرين ماسك الشنطة الشنطة فاكتب دين فاكرين قصة ده ابراهيم واحنا صغرين في المدارس يقول لك ايه ده ايه يقول لك شنطة فاكتب دين عشان بتطرفش منه بيخوفك بيبتزك فده كمان بيبتزك حرية الديمقراطية يعمى الدولة تقع يعمى انت باعز يعمى سوريا خربوها تحت هذا الوقت ما هو هل سوريا المهاردة في سنة الثلاثة وعشرين زي سوريا في الفين وعشرة هو حد يعني يعني ايه زي كان المستمع المتخلم عائل ولا المجنون انا بقول يا جماعة مش ممكن تدخل الدماغ هو ليبيا كان الفين وحداشر ولا الفين وعشرة زي دلوقتي مين يقول لي حد يقول يا جماعة الناس يقول لك انت ضد ثورة ايه وزيفتي ايه وباب ايه وطين ايه على تنغر اللي بيتكلم يعني ليبيا القزاف حل ووحش عاجبه مش عاجبه يا عم انت في الاخر ليبيا دلوقتي ولا ليبيا في الفين وعشرة اجابه ايه 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 احد ما يغمض لينك وجاو سوريا دلوقتي ولا سوريا الفين وعشرة رد علي يا عم رد علي يا سيد ها يعني انا انا بكلم اهو سوريا والله ارجعوا الايرو سوريا مكنش عليها دولار واحد لقيه مؤسسة تمويل برا ولا بنك ولا صندوق ولا غيره النهاردة شوف سوريا عامل ازاي الله يساعدهم يعني يجي بس يقولك اصلا العلويين اصلا البشار يعني انت حاطة سم الشعب كان عايش ومبسوط والدنيا تمام اه عايزين ديمقراطية وعايزين حريقة بس كل مجتمع له خصائصه وله ثقافته وله 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 في كل الاحوال يا جماعة احنا في وقت في ريبة في وقت في شك في وقت في ضباب في وقت فيه لا يقين يا جماعة احنا بنروح في اماكن نائية بعيدة بعيدة وننسى الخطوط العريضة او العناوين العريضة احنا امامنا اسئلة كبرى امامنا اسئلة كبرى بلا اجابات حتى الان احنا مين رايحين فين عايزين نعمل ايه مين معانا مين ضدنا ادواتنا ايه احنا رايحين فين عموما